في خبر تاني يمكن ده برضو انصاف للشكل العام الاجتماعي في مصر وخصوصا للسيدات على اساس انه يبقى برضو في نوع من انواع الردع لكل من تسول نفسه انه يعمل اللي هو عايزه ويخترق القانون وهو برؤيته الخاصة شايف ان ده فاكر ان ده ممكن يوصله للصح المشدد 15 سنة لسائق اوبر الذي يتعدى على الفتاة اللي يعني شهدت شبه عارية على الطريق بعض الطرق الصحراوية المشدد 15 سنة لسائق اوبر المتقم بتعدي على فتاة مدينة نصر بتاريخ الاحد 14 يوليو ده شكل محكمة ارشيفي وكتب احمد حسني قضت محكمة جنيات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس بالسجن المشدد 15 سنة لسائق اوبر المتهم بالتعدي على فتاة وتهددها بسلاح ابيض في مدينة نصر وثبت بتحقيقات النيابة العامة ان المجمي عليها استقلت سيارة المتهم عبر تطبيق النقل الذكي اوبر كأنه تكسي يعني فاغلق المتهم التطبيق ليحول دون تتبعه واستحبها الى طريق صحراوي بعيد عن اعين المارة ثم توقف بالسيارة وترجل منها الى مقعد المجمي عليها وقام بهتك عرضها وحال مقاومتها له تعدى عليها ضربا محدثا اصابتها وهددها بسلاح ابيض فاستغاثت باثنين من المارة ايداها بالتحقيقات وفر المتهم هاربا واستمعت النيابة العامة الى اقوال الممثل القانوني لشركة اوبر فشهد بان المتهم لم يبدأ اشعار الرحلة كأنه لم يلتقي المجمي عليها كما اغلق التطبيق بمكان الواقع على النحو المشار اليه سلفا وقدم مقطعا ملتقة من الاقبال الصناعية يفيد خط سير المتهم وصولا الى مكان الواقع واضف بان حساب المتهم عبر تطبيق الشركة سبق وان تم اغلاقه لكثرة شكاوي مستخدمي التطبيق ضده بالتحرش الجنسي الى انه انشأ حسابا اخر باستخدام مستندات غير صحيحة وهنا بقى النيابة لازم توجه اللون برضو لأوبر لعشان تتدقى الصحة ولازم يبقى فيه اجراء على الاخل مقابلة شخصية في اجراء قانوني معين في حاجة اسمها سيكوريتي كليرانس من درجة معينة غير الفيش والتشبيه لازم بقى فيه حاجة تانية غير الفيش والتشبيه ممكن يقدمها السيكوريتي كليرانس اللي هو التقرير الامني بيبقى درجات اقلها هي الفينجر برينس اللي هي الفيش والتشبيه لكن فيه حاجات تانية سواء الاوبر مهم لانه هيقابل بناتنا هناك هيقابل ولادنا الصغيرين برضو سرقات بالاكراه ممكن ان تعرضوا ليها وده امان لكل المواطنين المصريين ان يزود من درجة وكفاءة المستند الامني للاختيار لسوائين اوبر ده رأيي والحكم يبقى راضع فعلا لان 15 سنة بالشغل المشدد ده شغل يعني 15 سنة من عمره في جريمة هي يعني اخلاقيا كذا جريمة بعد تهديد بالسلاح اعتداء وحاجات كتيرة قوي يعني توصيف النيابة للموضوع لكن هو في الاخر خد عقابه 15 سنة سجن مشدد حكم راضع ويرب يكون راضع لكل من تسوي لنفسه ولكن يبقى السؤال اوبر لابد من ان يبقى فيه مستند امني للتقدم مستند امني بجوار الفيش والتشبيه يبقاش الفيش والتشبيه بس والاساسي لكن في حاجة تانية تخترقها بقى الحكومة تخترقها وزارة الداخلية لان كسرت الحوادث في اوبر كترت ودي برضو حاجة مش مطمئنة والشركة لابد انها تكون فيه احتياط امني لكل من يتم تعيينه انه لا يتحرش او انه يفكر في هذا الموضوع لان عقابه هيبقى يا خمسة شهر سنة هيبقى حاجات راضعة جدا يفقد فيها حياته واصرته وكيانه كله لان العقاب لابد ان يكون راضعا ترجمة نانسي قنقر